لا هو ما في شك الخبرة هذه واحد اثنين يعني الفريق الاتحادي يظل هو كان الخوف انه خطورة الفريق الاتحادي في الكرات المتحدة فريق الاتحادي في الكرات المتحدة خطير يملك ثلاثة خط هجوم سريع لديه الامكانيات العالية في التسجيل ممكن في اي كرة ممكن يشجلون الثلاثة والامكانيات ومن وراهم فهد الانصاري يعني احنا نقول لا زال فريق الاتحادي الحلول لدى اللاعبين لأجانب زائد فهد المولد فهد المولد فقط كلاعب محلي يعني بامانة الثلاثة هذا ارجع لهم مع فهد المولد كم سجلهم من اهداء نسبة عالية من اهداء يمكن حتى 85% فلها السبب نقول فريق الاتحادي لديه خطورة هجومية لكن خط الدفاع لا زال لا زال لازال لقطة مستمرة مستمرة والمشكلة ليست في خط الدفاع ترى هي المشكلة ايضا نجد انها في خط الوسط ايضا اليوم لعب ربيع سفياني جمال بجندوه بدأ الفترة الاخيرة يعود كلاعب اساسي اليوم فهد المولد معنات من اصابه ما لعب الشوط الاول لعب ربيع سفياني الشوط الثاني هو لعب في الدفاع ايضا اليوم ياسين حمزة فهد الانصاري ما لعب الشوط الاول لعب الشوطاني ايضا نجد ان اليوم تغييرين المزيع الظهير ايمن وياسين حمزة قلب دفاع وش المشكلة ابو سعد يعني دائما نشاهد في خط الظهر بنادر اتحاد يعني عدم الاستقرار على تشكيله او على اسمام معينة هل هو بسبب مثلا الاصابات حتى ايضا فيه فيه مباريات ماضية تجد اللاعبين على ذاكة مدلة لكن كل مباراة يغير شوفوا الفريق الاتحادي ومشكلتها قثرة الاصابات وخط الدفاع كل يوم تغيير يعني استقر في فترة استقر خط الوسط وخط الهجوم اصبح قوة دائما كان يبدأ عملية الضغط دائما الضغط الهجومي وخط الدفاع الاول كان يبدأ من خط الهجوم العودة لمنتصف الملعب وعدم ايجاد مساحات امام بالنسبة لخط الوسط خط الهجوم امام المدافعين فاصبح الفريق قوي لان اللاعبين ايضا اللي يضغطون قدام لديهم الخبرة لديهم الامكانيات لديهم اللياقة البدنية فتجد انه ممكن اي كورة تقطع دائما كان يبدأ من الخلف من منتصف الملعب يدافعهم